ماذا يحصل للدستور في لبنان بشكل عام؟ يحصل له ما يحصل للدولة عامة من تشليع وتمزيق على مسبح المصالح السياسية الأنية بحيث أنه لا وازع ولا اعتبار لأي أحكام صارمة أمام تحقيق المصالح الأنية لكتل وأحزاب موجودة على الساحة وارتضت لنفسها أنه يكون هدفها الأساسي إغلاق طوقفة واقتحام السلطة اقتحاما منذ الحرب الأهلية وديدنها اقتحام السلطة والجلوس فيها وعدم الخروج منها بأي شكل من الأشكال أول مرة طرحت مشكلة تأمين النصاب بالعام 76 وحضرتك أدرى العارفين بال76 كنا ولجنة الحرب الأهلية كنا هبطنا من مرتبة الدولة إلى مرتبة السلطة كانت المعارضة تخشى أن يؤمن نصاب ويؤتى برئيس وتمحى من الوجود من لديه إذن الصلاحية للتفسير الملزم للدستور فقط جهتين في الدولة الجهة الأولى هي المجلس الدستوري عندما ينظر في قانون فيفسر الدستور ليعطي الحل وهذا التفسير ملزم لكل السلطات والجهة الثانية وقد تستغرب ذلك هي رئيس الدولة لأنه يسهر على احترام الدستور فقد أجمع الفقه المقارن على القول بأن من يسهر على احترام الدستور له صلاحية تفسير أحكامه وهو تفسير ملزم ما لم يصدر قرار عن المجلس الدستوري يقول عكس ذلك إذا يمكن التعطيل مرة اثنين ثلاثة ولكن في حال دام الشغور إلى أمد بات يهدد مبدأ عام دستوري آخر أساسي هو مبدأ استمرارية السلطة فعلينا أن نوازي بين حرية النائب ومبدأ استمرارية السلطة ومبدأ استمرارية السلطة يطغى على حرية النائب وبالتالي علينا أن نستنتج النتائج ونقول بأنه لا يعود للنائب الحق بالتعطيل متى تجاوز الشغور أمدان غير معقول بتنا في ظرف استثنائي دائم وبالتالي الأمور وصلت إلى حد يعجز المرء عن بلورة حلول لها ولكن العودة للنصوص تجعل من الضروري أن يقرر المجلس متى يجب أن يشرع دون أن يستسهل التشريع ومن ثم لأن الحكومة حكومة تصريف أعمال ولكن لو كانت حكومة هي حكومة عاملة تتولى وكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية فلا ضاير من التشريع ولكن برجع لفكرة أساسية نحن عم نستهول فكرة التشريع وأن الحكومة تعمل بظل الشغور الرئاسي لم يتصور أحد من وضعي الدستور اللبناني أو أي دستور في العالم أن حالة الوكالة هذه والحالة الاستثنائية هذه أن تتجاوز الأيام المعدودة تيعمل نظامنا البرلماني لموزع مقاعده طائفيا يجب أن يكون في مجلس النواب أكسري متنوعة طائفيا ومتراصة سياسيا ومعارضة متنوعة طائفيا ومتراصة سياسيا بحيث أن الأولى بتحكم والتاني بتنطر دورة لتحكم يجب إعادة النظر في التقسيم الإداري لأنه منرجع للغاية عبسني حاول البعض أن يعطي اللامركزية الإدارية مدلول سياسي ويقول أنها تهدف إلى إراحة الجماعات اللامركزية الإدارية هدفت حقك فقط إنماء بالمناطق عبر جعل العمل الإداري أفضل وتعزيز ثقافة الحريات الديمقراطية وبالتالي على لبنان أن يتخذ موقفا لن أستعمل كلمة ينأى بنفسه لأنها تدل عن ضعف ولكن أن يعتمد سياسة حكيمة تجنبه المحاور في المنطقة مصاقنا الوطني قام على التجنب لعبة المحاور التي قد تدخل فيها الدول العربية ترجمة نانسي قنقر